لا والله خلص كابتر انا بحاول ادي للناس وجبة محترمة لا ربنا يا خليك كابتر انا بنحاول ان احنا ندي للناس وجبة محترمة تحترم عقليتها وتحترم يعني التفكير بتاعها لان هو الواقع دايما هو اللي بيكون الناس بتحس بيه دايما تمام فلو انا سألت اسئلة سطحية انا مش بتعلى اسئلة السطحية ولا انت بتعلى اجابات السطحية ولازم على الصحفي او المحاور وده انا يعني تعلمنا من اسات زيتنا وعلى رأسهم كان مفيد فوزي ربنا يرحمه انك لما تسأل اسئلة لازم تسأل اسئلة فيها عمق وفيها احترام لعقلية المشاهد وعلى قدر كمان الضيف اللي بيكون معك خلينا روح بقى لي المنتخب والجميع بيترقب اول مباراة للمنتخب مع حسام حسن بصرف النظر عن مين المنافسة هيلاعب الارجنتين زي ما هيلاعب نيوزلندا هيلاعب الكاميرون زي ما هيلاعب موزنبيق الكل عايز يشوف المنتخب مع حسام حسن ليه احنا وصلين للحالة دي كلها ليه ايه السبب من الاخر اه لا يسأل ليه كأن احنا جدنا مدربين بملايين الدولارات ومعملوش حاجة وخدوا فرص فمصر كلها مستنية سواء جمهير اهلي او زمالك حسام اصبروا عليه بكرة مش مكياس ولا المطش اللي جاي مكياس امتى يبقى مكياس بعد مطش بورتينة فاسو وغنية في التصفيات نبدأ بعد المطشين دولارات نقول هل في بشاير خير من حسام ولا ما فيش لان هو ده المستوى الحقيقي اللي انت هتقس عليه حسام سيبك بقى من يوزيلندا من مش عارف كرواتيا من تونس من اي فرقة من الفرقة دي حتى لو عملنا كمان مطشين تلاتة قبل بوركينة فاسو بوركينة وغنية لان دولارات اللي فيهم التلات نقاط سواء بوركينة تلات نقاط غنية تلات نقاط يبقى الست نقاط يبقى بعديها نقدر نقول حسام هيروح فيه النمن وزيلندا كرواتيا اوكرانيا الارجنتين يغزلافيا اي اي منتخب يعني انت حربيك بتكلم على ان اي مطشط ودية سبقى للمباراتين الرسميتين اللي هم بوركينة وغنية ده ما ينفعش ان انت تقيم حسام على اساسها او تقول ان هو رايح في حتة معينة لا لسه الا بعد المستوى بتاعنا بقى الحقيقة اللي احنا هنقيس عليه اللي هي بوركينة وغنية نبدأ بقى نقول انما المطشط اللي هي جاية دي او اللي بعد كده حتى لو فيه مطشط قبل غنية وبركينة انا محكمش عليه لان هو مش هنقولك بقى مدرب اجنابي او ما يعرفش اللعيبة لا الفكر خلي بالك هو هيعاني ايه لان فيه لعبة محترفة وانا ما كنتش عايز جيب اللعبة المحترفة عشان كده ايه انت كنت عايز يتجرب لعبة محليين ليه لان كده كده المحترفين موجودين بغض النظر بقى ان انت تجيبهم يتقالو لك المنتخب ايه حاجات بسيطة في الوقفة في التحرك ان السلم باصي بسرعة انت وقت بالك الحاجات اللي كنا بنشوفها قبل كده مع المدربين الاجانب بالنسبة للعبة المحترفة مش هتشوفه ايه بمعنى بمعنى مثلا ان واحد يمسي الكرة وتتقطع منه عايز يرقص تاني وتتقطع منه واحد بقى يعني جايد تحس كده ان هو بيلعب غصب مش صلاح انا مش قصد صلاح محدش لا يقرم بصلاح اكيد انا بتكلم على كان فيه لعبة تانية بتقعد لما تقعد على الدكة بيلو بصهم من المحترفين وده حقهم ده ان كان بييجي مثلا انت جايبه عشان يلعب فانت بيتفاجئ ان بيقعد احتياطي فانا كنت الحاجة اللي انا كنت طاليب يا منحسام ان في الفترة دي بالذات اعمل لنا منتخب بحيث ان كل لعيب محترف لما ييجي يعرف ان حسام عمل منتخب ومش محتار ولا في احتياج له انا بجيبك عشان انا بس هو ماشي بالسياسة دي بس وحب يعني مش هتوبع مرة واحدة هتكفر لا انا بكلمك على ان انت في البطولة دي خلي بالك انت لو نجحت بالمحلين في البطولة دي يبقى انت كده فرض اللي انت عايز تفرضه وغبالك طيب بس هو خلي بالك في القيمة اللي هو يعني اتلام عليها او اللي انتقد عليها سواء من حردك او من لازم يتلام برضو هو ضم عناصر جديدة ما كانتش بتنضم قبل كده ضم العناصر دي وما تجيبش المحترفين نعم ديش مشكلة